إسلام مشتوى إذن مرحبا بك إسلام أول حصة تدريبية سيجريها المنتخب الوطني أمسية اليوم بعد وصوله اليوم إلى مدينة بواكي مرحبا بك مرة أخرى إسلام تفضل أعطينا تفاصيل مساء الخير حسام مساء الخير مشاهدين الكيرام في هذه الأمسية الرياضية إنصح القول نحن هنا أمام ملعب تدريبات المنتخب الوطني الملعب الذي خصص لتدريبات المنتخب الوطني الذي يطلق عليه اسم ملعب تانوية كلاسيكية المنتخب الوطني كما تابعنا في الصابحة وفي منتصف النهار التحق بمدينة بواكي كأول منتخب عن هذه المجموعة يصل إلى هذه المدينة لاحظنا الاستقبال الكبير الذي خصصته السلطات المحلية إضافة إلى اللجنة المنظمة هنا في بواكي وإضافة إلى الجماهل الإفوارية التي استطافت طيلتها طريق من مطار بواكي إلى فندق الملعب الذي يؤوي المنتخب الوطني يعني كل أمور جاهزة نحن أمام هذا الملعب الذي تم تخصيصه للمنتخب الوطني إضافة إلى منتخب بوركينافاسو من أجل التدرب بشكل يومي اليوم في الأمسية أو بعد لحظات فقط ستجل أول حصة تدريبية للمنتخب الوطني قرر الناخب الوطني أن لا يفتح أمام الإعلاميين ربما لأنها الحصة الأولى من أجل التأقلم والتعود على الأجواء هنا والتركيز كذلك من طرف اللاعبين بما أنه المنتخب وصل قبل ساعات فقط من نهاري اليوم يعني لو نتحدث عن الأرضية دخلنا في الصبيحة واكتشفنا الملعب يعني ملعب جد ممتاز يسمح بالتدرب بشكل جيد وبتطبيق التمارين التي سيخصصها الناخب الوطني بما أن أرضيته من النوع الهاجين مثل ما توجد في ملعب عن نابا يعني أرضية ممتازة جدا إضافة إلى عدم وجود أشخاص بالداخل أو عدم وجود أنصار أو غرباء عن هذه المنطقة يعني المنتخب سيتدرب بشكل في هدوء يعني وفي شكل طبيعي في هذا الملعب الذي تم تخصيصه ذكرني فقط كم يبعد عن فندق إقامة المنتخب نعم حسام هذا الملعب يبعد بحوالي من 10 دقائق إلى ربع ساعة عن فندق إقامة المنتخب الوطني نعلم بأنه فندق إقامة المنتخب الوطني يتواجد أمام الملعب بواكي الملعب الكبير إلى أنه ملعب التدريبات يبعد بحوالي 10 دقائق إلى ربع ساعة بالحافلة يعني اللجنة المنظمة هي التي قررت أن تجرى تدريبات المنتخب الوطني في هذا الملعب إلا أنه لا يوجد هناك ازدحام ولا توجد مدينة بواكي هي مدينة هادئة وهناك طريق سيار يمر من فندق إقامة المنتخب الوطني مباشرة إلى ملعب التدريبات وحراسة أمنية تبدو مشددة يا إسلام حسب ما يظهر خلفك فيها الصورة نعم الحراسة الأمنية مشددة جدا حسام ليس الآن فقط وإنما منذ صباحة اليوم منذ أن حل المنتخب الوطني في مدينة بواكي الحراسة الأمنية مشددة جدا والأمن لا يفارق المنتخب الوطني حتى أنه أمام فندق إقامة المنتخب الوطني تم إغلاق الممر والطريقة التي تؤدي إلى الفندق لتفادي مرور أشخاص غرباء والاحتكاك بعناصر المنتخب الوطني أو التقرب من الفندق هي ربما تعليمات الاتحادية الجزائرية لكوارات القدم بتنسيق مع ممثلية الاتحاد الأفريقي لكوارات القدم هذا أمر عادي بما أن المنتخب اسمه الجزائر وهو ربما من بين المرشحين أو من بين أبرز المنتخبات المتوجدة هنا في كوديفور وللعلم فإن المنتخب يتواجد الآن في طريقه إلى هنا لم يبقى الكثير أعتقد أنه في هذه اللحظات ستصل حفلة المنتخب الوطني حسام بقيت نسف دقيقة أنا أستمع إلى إن أمكن زميل حمزة راشد يعطينا وصول حفلة المنتخب الوطني هي اللعبون يصلون عن طريق حفلة صغيرة تم تخصيصها للعبين الذين يدخلون في هذه اللحظات إلى ملعب تدريبات كأولى حصة يجريها المنتخب الوطني في بواكي في حين سيتم تخصيص الحصة التدريبية لنهار الغد والتي سيسمح فيها بدخول رجال الإعلام هنا إلى ملعب التدريبات لتغطية الحصة التدريبية لنهار الغد حسام نوه كذلك بالعمل الكبير الذي قامت بالاتحادية الجزائرية لكورة القادم في صباحة تكلمت مع أحد أعضاء الاتحاد الإفريقي وأكد لي بأن مجهودات الفاف عفواً الاتحادية الجزائرية وكواليسها سمح بتنقل الجزائر مباشرة إلى بواكي من دون أن تحط الطائرة في مطار أبي جوم يعني معظم المنتخبات مرت الطائرة عن طريق إلى أبي جون ثم انتقلت إلى المدينة التي سيلعب فيها المنتخب إلا المنتخب الوطني من بين المنتخبات القليلة فقط التي جاءت عبر رحلة خاصة إلى مطار بواكي نعلم بأن مطار بواكي هو مطار داخلي ومطار صغير جداً إلى أن مجهودات الاتحادية الجزائرية بالتنسيق مع الفاف والسلطات الإفوارية سمح بتنقل المنتخب الوطني بشكل مباشر طيب المنتخب موضوع في أفضل الظروف في انتظار طبعاً الرد خلال دخوله في غمار المنافسة نتحدث إسلام عموماً هل الآن حمى الكان بدأت تتساعد بمدينة بواكي على الأقل أين أنت متواجداً؟ طبعاً حسام لا حديث هنا في الشارع الإفواري سوى عن انطلاق البطولة الإفريقية وانطلاق كأس إفريقيا بما أن الجماهير هنا حسام تشبه كثيراً الجماهير الجزائرية في شغفها وحبها لكرة القادمة يعني الجميع هنا يتحدث حتى أنهم يتذكرون مشاركة المنتخب الجزائري في كأس إفريقيا سنة 1984 يعرفون كل لعبين الجزائريين أن ذاك وهم ينتظرون بشغف ويؤكدون بأنهم سيحضرون جميع مباريات المنتخب الوطني هم يعشقون نجوم المنتخب الوطني ويريدونهم كذلك في المساهمة في إنجاح هذه التظاهرة رغم أن المنتخب كوديفور لن يلعب في هذه المدينة وهو كذلك أشكرك جزيل أن إسلام اشتوى كنت معنا وعلى المباشر من أمام ملعب التدرب الذي سيجري في المنتخب الوطني تدريباته خلال منافسة كأس إفريقيا للأمم خلال الدورة الأول طبعا بمدينة بواكي الإفوارية